في نفس المعاهدة هناك وضعة بنود يمكن تفسيرها يعني لطرفه يمكن يفسر كما يراه في حقها الدستوري والقانوني مثلا في المادة الثانية أو فقر ألف عدم تسليم المطلوبين السياسيين وفقر ب إذا كان المطلوب تتعرض لمضايقة ومحاكمة غير عادلة بسبب دينه وعرقه لا يسلم أيضا لا يسلم أيضا هذا في المعاهدة أما في القانون التركي الجنائي مادة ستمية ستة آلاف سبعمية وستة في المادة الرابعة أيضا يقول فقر ب إذا كانت أي دولة يعني ليست صين فقط إذا كانت أي دولة فيها عقوبة الإعدام وفيها محاكمة غير عادلة لا يحق لتركيا تسليم مطلوبين لتلك الدول هذا يعني تركيا وقعت على هذا القانون وهذا القانون موجود وأيضا تركيا وقعت على قانون لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر